اشتركوا في القناة كما اراد تحقيق الرابعة هدف لسفر تكفي الويدات لتتويج بلقب دوري الطالي فرقيا باش نكون معكم صالح مقابلة لن تكون سهلة على الطرفين الاهلي المصري غاد يجي للمغرب وعنده واحد الامتياز غاد يحاول يحافظ عليه والويدات غايكون مطالب بالمبادرة وتسجيل الاهداف كيف ما قد باش يوصل الهدف ديره ان شاء الله وهو التحقيق البطولة رقم اربعة في والتالتة على حساب الاهلي المصري اذا كان الاهلي عنده واحد الامتياز من حيث النتيجة دير الدهاب جوجل واحد تنظن على ان الويدات عنده واحد الامتياز معناوي الويدات في مقابلة دير الدهاب عادة من بعيد باش تكون منهازم في القاهرة امام الاهلي بهدف يلي سفر وتسجيل الهدف في الدقيقة 87 وهذا الهدف نزلك الصاعقة على الجماهير دير الاهلي وكذلك اللاعبين يعني تشوفوا ردة دير الفعل دير اللاعبين دير الاهلي في بنك الاحتياط تشوفوا ردة فعل دير الجمهور يعني الجمهور دير الاهلي اي واحد ما غيكونش عارف النتيجة دير اللقاء سيظن على ان الويدات انتصر في القاهرة وهذه المسألة اللي خلتني نقول على ان الويدات عنده امتياز معناوي في مقابلة دير الاهياب بغيت نتحدث على واحد نقطة مهمة جدا الويدات خصوية ماركي ولكن فرق بين السرعة والتصرح هدف يمكن يجيب ثانية وحدة اهم شيء بالنسبة للويدات من وجهة تظهر الشخصية هو انك ما تستقبلش هدف اكيد السيناريو اللي كانت منه كما غريبة هو ان الويدات يسجل هدف في الدقائق الاولى غيكون افضل سيناريو ولكن الشيء الاهم هو انك ما تستقبلش هدف لان الويدات يلا استقبل هدف غتكون مطالب بتسجيل جوجي الاهداف باش تعادل النتيجة وهذه المسألة ستنعكس ستنعكس بالسلب من ناحية الدهنية والناحية البدنية على فريق الويدات دخل وصبرع في الليقاء حتى لسل الشرط الاول بسفر لسفر ما زال عندك الوقت واكيد مع حضور اللاعب رقم واحد وهو الجمهور الامور ستختلف كمانا تماما الجمهور دي الويدات شفنا على انه في مقابلة دي الالدهاب بالرغم على انه الفي اللي كانت حاضرة امامه امامه 75000 ولكن الجمهور دي الويدات ما قصرش الصوت دي الويدات كان مسموع شجع منذ اول دقيقة لغاية اخر دقيقة وانا تصنت اعود بلابن قونت انا تصوت تصنت لشحن المعلق مصري ازعاجته هم هاد المسألة كيف يؤقل على ان الفين دي الاجمهور الصوت دي الويدات لمسموع كثر من 75000 بكل بساطة لان الجمهور دي الويدات جمهور منظم يعني منظم صراحة على جميع المستويات يعرف كيف يشجع الفارق دياله وهذه المسألة كتدير الفارق تتمنى من كل قلبي على ان اللاعبين دي الويدات انسى مقابلة دي الويدات انسى مقابلة دي الويدات بالاجابية وبالسلبيات ديالها فكر انت كلاعب فكر على ان اللقاء دي الاحاد المقبل ماتش واحد ماتش ديسيزيف حل عملي داس ما لعبناش تسيدي الدهب احنا لعبين في الطالب البيضاء ومطالبين لش ندخلو لتحقيق الانتصار ولا شيء اغل انتصار الويدات في مقابلة دي الاياب سيظهر بوجه مختلف تماما عما شاهدناه في مقابلة دي الدهب خصوصا الشوط الاول الويدات غير لعب اللقاء على ارضي بملعب دياله امام الجمهور دياله مطالب بتحقيق الانتصار وكنا شفنا لما الويدات تلعب ضد طبيعة دياله بحل ما حدث في الشوط الاول في مقابلة دي الدهب الامور تختلف لما كتعطي القرى الاهلي وترجع اللور بحل التي تهدلهم اللقاء فوق طابقين من دهب والويدات عودانا على انه تكون الفعل وليس ردة الفعل المدرب فاندربروك سيكون مطالب بالاستفادة من الاخطاء اللي ارتكبهم في الشوط الاول في مقابلة دي الدهب واكيد على ان تشكيلة الويدات ستعرف العديد من التغييرات مقارنة مع تشكيلة الدهب تنتوقع تنتوقع على ان المدرب يمكن يبدأ بتنائية ديال زولة ويكون حدا اللاعب ابو الفتح صراحة المستوى دي اللاعب فرحان ما جبنيش مقابلة دي الدهب تمرفز ديالو في العديد من المرات ما كانش صحيح الهدف الاول كيتحمل جزء كبير من المسؤولية ديالو خلاهو الكورة للعب الشحات وخلاهو يصندرين بكل اريحية وايضا العصبية الزائدة في العديد من المرات في الشقة الهجومي تنتوقع ايضا على انه يكون العديد من التغييرات المترجي ما واجدش باش يلعب رسمي هات المسألة اصبحت واضحة وضوح الشمس والمترجي ديال الموسم ماشي هو المترجي ديال الموسم السابق تولاتي الاخصاصات بداء في المقدمة اللعب بوهرة وناجم وصامب يعني تنظر على انها التولاتي هو الاحق باش يكون رسمي في مقابلة ديالالايام الاهلي سيسترجع الحارس الشنوي بنسبة كبيرة وتنظر على ان هاد المسألة ما غديش تعطيش امتياز الاهلي بحكم على ان الحارس الاخر ايضا شوبير شفنا على انه في مقابلة ديالذهاب لم يرتكب اي اخطاء بل لولا الحارس شوبير كان بامكان الوداد على الاقل على انه يسجل هدفين المقابلة كيف ما كتعرفوا سيديرها الحكم الاتيوبي باملاك تيسيما باملاك تيسيما كان ضغط قبير من الاعلام المصري حول اختيار هذا الحكم واحنا ايضا كمغاربة لسنا براضين على هذا الاختيار هذا نزلكم ايضا معلومة اخرى باملاك تيسيما يقيم بمصر واختياره صراحة هي طرح العادي من العلامة الاستفاهم خصوصا على ان هذا الحكم عنده صوابق غير جيدة وسبق له وارتاكب العادي من المجازة في حق الاندية المغربية رسالة ولا نصيحة لللاعبين للويدات انسوا عليكم الحاكم لا تفكرش في الحاكم دخل واركز على رأسك واركز على فريق الويدات واركز على مستوى كلاعب كما يمكنك تقدم اضافة لان اذا دخلت واركزتي مع الحاكم لا يستطيع شيئا واملاك تيسيما كان عارفه لان الشخصية متعنيت كل مزد تحتجيت عليه كل ما زاد لهم يعني يتمنى على ان الويدات يتعاملوا مع الحاكم بطريقة دكية جدا ويحاولوا على انهم يفكروا في المستوى ديالهم ويفكروا كيف يدروا يسجلوا كثير من يفكروا في حاجة اخرى يعني الاعلام المصري تحدث كثيرا حول هذا الحاكم يعني بعض الاعلاميين طالبوا الاهلي بالانسحاب بعض الاعلاميين طالبوا الاهلي بتقديم بلاغ احتجاجا على تعيين هذا الحكم والعديد يعني العديد من الاخبار تؤكد على ان هذا الحكم يعني قيلة من قبل على انه سيعتزل بعد هذه المقابلة ولكن ما كنا حتى شي حاجة صحيحة وشفنا من بعد مقابلة ديال الدهب الاحتجاج الكبير من طرف الاعلام المصري على الحكم الليبي الحكم جيريشا اللي هو حكم مصري اكد على ان عطية الله ما استحقش بطاقة حمراء اكد على ان الشحات ما استحقش ضرب الجزاء الفار في لقاء ديال الدهب كان عنده واحد دور كبير لان صراحة اللولا الفار كان تكون واحد لمجزرة حكيمية في حق فريق الويدات خصوصا على ان الحكم الليبي اعلن على ضرب الجزاء وهمية بعدما استضمت الكرة برأس الداودي بلا من نساو الخطأ اللي كان على المترجي في الهدف الثاني لسجلوه الاهلي المصري يعني نزيد عليها ايضا الحكم عبد الفتاح خبير تحكيمي وعضو في اللجنة التحكيمية ديال الالتحاد الافراقي اللي اكد ايضا بالحرف الواحد على ان عطية الله ما استحقش البطاقة الحمراء كنا كنا نعرفوا ان هذه الاساليب مجرد وسيلة الضغط يعني باش الامور في مقابلة هذه الاياب تمشي في واحد المصار كيف ما قد لعب ديال الوداد خصو منساو هاد الامور كلها ويفكروا فهدف واحد كيف خصنا ننتصره على الاهلي كيفاش خصنا نربحو باشنا ان شاء الله نحققه الرابعة والثالتة للوداد على حساب الاهلي المصري هتكون عندي ان شاء الله حلقات اخرى ونزيد نهضر فيها بتفصيل ونعطيكم فيها مغطيات اخرى توقع ديالي لنتيجة اللقاء تنتوقع لان الوداد سينتصر ان شاء الله بهدفين الانسافر ادوى التوقع ديالي اهم منه نبغي نعرف الاراة ديالكم في التعليقات والتوقع ديالكم خليوا لي انتناقشوك كما هو العادة بشكل ودي اذا عزبتكم الحلقة دعمونا بلايك واشتركوا في قناة الجزء دائما مشكم جديد اول بأول كم وزر원 بشكل فتنا بشكل ز reductions اللقاء شكرا